ازايك يا شباب عاملين ايه؟ انا ان شاء الله هوريكم ازاي تبدأ تحلى مشاكل التهنيجة او البطء عندك في الجهاز هنا طبعا كان صاحبك نجيب للكمبيوتر بتاعه عشان نشوفه الدنيا فيها ايه هنا طبعا واول حاجة ما نفكرش ان احنا نغيرها هي نسخة لوندوز ممكن يكون المعاجون ذات نفسه اللي على المعالج يكون مثلا خلص في مشكلة هنبدأ نبص علىها واحدة واحدة وطبعا نبص على الهاردوات لو فيها بات سيكتور او فيها اي مشاكل قبل ما نغير الويندوز هنا طبعا لازم يكون عندك الفون مارك وهنا طبعا حاجة بتتابع بها المعالج بتاعك هنا هنشغل فون مارك تماما شباب وهنا هنعندك طبعا المعالج او حاجة بسناس الشاشة المونتور هنا طبعا لو جئنا بالصناع البروسيسور انه 28 وانه طبعا وكاكل مية في مية شغال هنا طبعا لو درجة الحرار دي ارتفعت لمية في المية هنا عندك مية في مية ان انت تغير معجون بتاع المعالج عندك وتجي تبص هنا على درجة الحرارة بتاعته لو عدت الستين انت كده خراص يدينا باجزة معاك في المعالج وده طبعا دي مشكلة التعنيجة تمام هنا طبعا يجي نركز هنا على كلمة البروسيسور ونشوف هيك ادفع 25% هنا طبعا هنخل المعالج يشتغل بجميع الكفاءة بالكفاءة بتاعته كلها الكاملة دي المية في المية هنجي نشوف انا زي ما انتوا شايفين كده هنبص ما افكرش اصلا او رفع مية في المية هنا عندك مية في المية اصلا اتغير المعالج اتغير المعالج اتغير المعجون بتاعه هنا عندك درجة الحرارة زي ما انتوا شايفين وطبعا تاني حاجة نيجي نبص عليها هي الباد سيكتور او نيجي نبص على الهارضات ذات نفسها هنا عندي هارضين هارضة ٢٢٢ و هارضة هارضة نفس الكلام هنا الاتنين الحمد والله ما فهمش باد سيكتور والهيلس بتاعهم 100% احنا كده عرفنا مشكلة الجهاز هنا عندي هنا مشكلته مش وندوز هنا مشكلته ان انت تغير المعجون ذات نفسه الا على المعالج قبل ما تغير الوندوز اعمل الخطوات اللي انا وردت لك ده عشان تشوف الدنيا فيها عندك ايه وما ترجعش النفس العطل بتاعه طبعا انا عندك الاثنين او ثلاثة او ثلاثة او دول هسيبهم لك رابط تحت في الدسكريبشن عشان تبدأ تحملهم وتخليهم عندك على الجهاز طبعا ما تنساش لو استفدت من في الشرح تنساني باللايك ونساني باللايك ونسكرايب في القناة عشان يوصل لك كل جديد ترجمة نانسي قنع